تلاتة ما بعد الانقلاب أردوغان يعتقل عشر أشخاص كل دقيقة لو احنا شفنا الأرقام للاعتقالات اللي موجودة في تركيا هنلاقي تقريبا كل دقيقة بيتم إلقاء القبض على عشرة من العسكريين أو المدنيين الأتراك الحكومة التركية قالت انتم إلقاء القبض على مئات بعد كده قالوا 1000، 2000، 3000، 4000، 7000 النهاردة التقارير بتقول ان قرابة عشر تلاف تم إلقاء القبض عليهم خبراء في الشأن التركي قالوا ان العشر تلاف دول تم إلقاء القبض عليهم في أول يوم بعد الانقلاب في أقل من عشرين ساعة التالية للانقلاب تم إلقاء القبض على عشر تلاف شخص ده معناه ان أكتر من خمسمية في الساعة وده معناه ان أردوغان بيولق القبض كل دقيقة على عشرة جداد في تركيا وطبعا الرقم مفزع وعشر تلاف مش آخر الأرقام وان هذا دقيقة الوزراء قال انه لسه الأرقام هتتجدد وتتعدل وده معناه ممكن رقم يصل إلى عشرين أو أكتر من عشرين ألف شخص إذا كنا في مدة محدودة وصلنا إلى عشر تلاف شخص اعتقال رقم قياسي ان أردوغان يعتقل في كل دقيقة عشر أشخاص من الجيش أو من المدنيين في تركيا 103 من العسكريين المعتقلين برتب عليا جدا جنرال رتبة جنرال وأميرال 103 شخص والرقم ده قابل للتصاعد إذا بنتكلم على عشر تلاف شفية مبدئيا الرقم قد يتضاعف العسكريين الموجودين كتير القضاء كتير إنما كمان الرتب العسكرية العليا كتير جدا وفي مواقع مختلفة